تجنين نفهم يعني إيه عناد أصلاً؟ تمام، مبدئياً أنا مبتوطة أننا نتكلم عن موضوع العناد النهاردة نحن نعاني نحن نعاني، الناس كلها بتعاني أنا نفسي لما فكرت، قلت أسأل الأمهات عندي على الصفحة يا جماعة، أنتو إيه أكتر صفة بالدائقكو في أولادكو؟ تقريباً بنسبة 85% لـ 90% الناس بتشكي من العند عالية قوي عند الأطفال كله شايف أن عند الأطفال دي مشكلة في الطفل خلينا نقول طيب الأول زي ما سألتيني يعني إيه عناد؟ العناد هو عدم طاعة الطفل حتى لو كان في مصلحته فهو شايف أن أنا هعند حتى لو ده في مصلحته أنا هعند أنا أقول لا، نس طيب من وجهة نظر حضرتك يعني العند بيبقى وراسة من الأم أو من الأب أو من الجدود يعني هو وراسة ولا بيطلعوا كده الواحدة؟ لا، بصي أنا عاوز أقول حاجة أن أي صفة سلبية أو سلوك سلبي ما بيقاش رافع الطفل بيتولد حاجة بيضة تماماً ما فيهوش أي مشاكل، ما فيهوش أي سلوكات سلبية باختلاطه بالمجتمع اللي حواليه بطريقة تعامل أسرته اللي هو قاعد معها هو ده اللي بيبدأ يعني إحنا اللي بنتعامل معه غلط فبالتالي بيبقى طفل عنيد إحنا اللي بنتعامل غلط فبالتالي بيبقى طفل عنيد ويبقى طفل كداب ويبقى طفل في كل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها دلوقتي طب هو ليه أصلاً الطفل بيبقى عنيد؟ ليه أصلاً الطفل بيققى عنيد؟ تعالين نبدأ من الأول خالص يمكن الناس تستغرب الموضوع ده الطفل قبل سن السنتين أو خلينا نقول من هو عنده ستة شهور لما تيجي من ستة شهور بصي الناس ممكن تستغرب جداً إزاي؟ إزاي يعني إيه طفل ستة شهور؟ حتى مش فاهم؟ هو مش فاهم وهو مفيش أي حاجة أنا بتكلم بقى عن الأم وطريقة تعاملها هو ده اللي هيبدأ يخلي جواه حافز للعند إنه هو ياند إزاي؟ يعني مثلاً أول ما يجي من حال ستة شهور أول ما الطفل يبدأ يأكل فأنا بمسك الطفل كتفه وأكله بالعافية هيدفو الطفل طبعاً ما بيعرفش يتكلم ما بيعرفش يعبر عن رأيه ما بيعرفش حطناها جواه خلاص خلاص إحنا يعني فاهماني بنعمل اللي إحنا عاوزينه هو آه بيبقى غصب عن كل أم عارفة وهي بيبقى نفسها أن هي يعني بتعمل اللي هي في مصلحة الطفل بس هي مش مدركة إن ده بيخليه بعد كده يولد جواه سلوكات سلبية يعني دلوقتي اللي بمسك الطفل وهو مش عاوز يأكل بس أنا لازم أأكله عشان ده مفيد لي لا مفيد لي بس هتعمل لي مشاكل بعد كده قدام أنا بمسكه غصب عنه وبأكله الأكل مش عاجبه أو هو مش عبعان ويبدأ يعيط وملاي أمهات بتكتف ومصارع حرة تيك 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 في بلاوي بشوفها فيبدأ يأكل غصب عنه فده يبدأ يتخزر عنده بس فيه برضو أطفال يعني بيبقى الأم مش عانيدة والأب مش عانيد وتلاقيه هو طالع لوحده ما أنا الأم مش عانيدة والأب مش عانيد أنا حمش معاك النقطة اللي هو ده انت هزاي بالضبط أنا بدأنا من 6 شهور بنأكله غصب عنه بنشوف الأمهات حاجات يمكن تبقى غريبة بالنسبة للأمهات بس والله يا جماعة لو ركزنا فيها هنلاقي يا دي أسباب أو بداية البذرة اللي أنا منها في زرعة العند يعني الأهل هم الصباب فلا الأهل هم صعب كل حاجة أنا لو مش عانيدة معاك خطوة خطوة هنلاقي إن كل ده بيولد العند يعني أول حاجة احنا أكلناه بالعافية تاني حاجة أنا لما أبدأ ألبسه تقيل لبست الطفل تقيل والجوة عادي هو بيبقى محران ومفرد ومش قادر يقول أنا حران بس بيقول كاتم جوا بيفضل كده بيفضل كده لحد ما يوصل لمرحلة السنتين ويبدأ يمشي لوحده يبدأ فأول كلمة يقولها إيه؟ لا كل ده لا البس ده لا هو إيه لأ دي؟ لأ دي عشان الطفل عاوز يعبر عن شخصيته عاوز يحس إنه هو مستقل إيه مشكلتنا مع الولاد؟ إن إحنا ما بندهمش شخصيتهم إن إحنا ما بندهمش حرية التعبير والاختيار أكله أنا ألبسه أنا بمزاجي أه أنت خايف عليه أه كل أم خايفة على ابنها أكيد أه بس غلط أنا لازم ما سيبه وبدين برضو قراراتهم أكيد يعني مثلا هيرمي نفسه ومسيبه فلازم برضو يكون يعني هو العند حسر إنه برضو مش كل السبب الأهل يعني لا كل السبب الأهل مليون في المية السبب الأهل أنا ما همش معاك خطوة خطوة إحنا مشينا بخطوطين قبل السنتين قبل ما الطفل يبقى قادر يتحكم في قراراته مش عارف يعبر عنه مش عارف يعبر فكل حاجة بتتنفز له غصب عنه عفون هو طبعا حابب الأكل ده أو مش حابه هو مش عارفة إيه هو كل التفاصيل دي غصب عنه طيب جينا بعد السنتين الطفل بدأ يقول إيه لا بدأ يقول لا عاوز أقول معلومة مهمة جدا لكل أم لكل أم وقب دلوقتي قبل سن 6-7 سنين أي صفة سلبية موجودة في الطفل ما تعتبرش صفة سلبية لو تعملنا معها صح هتزول بعد السبع سنين إيه إزاي؟ أه يعني دلوقتي أنا قبل سن السبع-ثمان سنين المفروض أن الطفل بيبدأ يعند بيبدأ يكذب بيبدأ يتعصب بيبدأ يغير الحاجات دي بتطلع طبيعية مع نمو الطفل حسب الاكتساب اللي اكتسابه حواليه لو قدرت أتعامل صح معاه هيروح اتعاملت غلط بعد السبع سنين هيبقى عنيد هيبقى كداب هيبقى هيبقى حسب الصفة اللي أنا هتعملت معها غلط بضطر أرجع لمتخصصين زي مثلا العند أنا دلوقتي الطفل عنيد اتعاملت غلط بعد السن السبع سنين الطفل خلاص بقى عنيد جدا وبقيت أنا مش عارفة أعاني معاك طب ده بيبقى ليه حل ولا هو خلاص هيبضل عنيد طول عمره طبعا ليه حل بس خليني مش الأول أسباب العند بالترتيب زي ما احنا قلنا قبل مرحلة السنتين اللي احنا قلناه بعد السنتين لما يبدأ فيه بقى بيني وبين الطفل ده حوار أو بيني وبينه نقاش أول حاجة الطفل ان أنا مش بحسسه بشخصيته دي أول مشكلة لغياها وبتعامل لها زي ما أنا عايز طبعا أغلب الأمهات بتعمل ده حاجة تاني الضرب الإذاء الجسدي أو الإذاء المعنوي إنه لما أشتمه لما أضربه لما أهزأه لما أهينه ده بيخلي الطفل عنيد ليه؟ انت بتضربيني خلاص ما هو أنت كده كده مش عاجبك اللي أنا بعمله فأنا عامل مش شخص من حاجة انت خلاص بالضبط تالي حاجة الدلع الزيادة عن اللزوم يعني إحنا خلينا متزنين لا دلع زيادة ولا شدة زيادة الدلع الزيادة بيخليه بعد كده أنا كل حاجة بطلبها بتتنفذلي فأنا بعد كده خلاص لما هاجي أطلب حاجة هبدأ أعند إذا أنت بتعند ليه؟ ما هو أنت طول عمي بتتنفذي له ده لبعض جاء دلوقتي ترفضي فالدلع الزيادة خطر جدا حاجة كمان ودي مشكلة في كل أو بعض الأمهات الأم بتكسل يعني إيه؟ إن هي تعاقبه أو مش إن هي تعاقبه طبعا دا عندك حق جدا وهنوصل لنقطة دي بس خلينا نقول مثلا الطفل دلوقتي مثلا عاوز يلعب بلايستيشن أو عاوز يجيب حاجة من فوق الدولاب يعني عاوز يجيب حاجة محتاج مساعدة الأم في اللحظة دي فالأم مسكة الموبايل مشغولة أو الأم معها مكالمة مشغولة أو الأم مشغولة في أي حاجة فتقول له لا مش وقته طب ليه مش وقته مدام الحاجة دي متاح إن هو يعملها مش وقته عشان مش وقته بالنسبالك طب ما هو وقته بالنسبالك طب ما هو الوقت فاضي على طول بيحصل أكيد لا مش وقته مهما نفسا عاوز ألعب مش وقته حبيب بعدين بعدين طب لا بعدين بعدين لا تطلوش ثقة في نفسه واحترام لكلامه فهيبدأ يعمل إيه لا أنا عاوز لا 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 أنا عاوز وخليها من نقطة دي لنقطة بعدها إن هي تستسلم بقى الزنه إن لا 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 أنا عاوز يبدأ الطفل يدب بيكسر يحدف نفسه ويقعد يعمل أي إثارة وخصوصا لو برى البيت بتخاف مثلا من شكلها وإنه يحطط موقف محرج فبتستسلم قضي غلطة كبيرة جدا بتولد العند أنا دلوقتي الطفل زكي جدا 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 أنا دلوقتي شايف إن أنا لو زنيت أو إن أنا عملت حركات هتخج الماما فماما هتستسلم ليه؟ لأن ماما استسلمت قبل كده فأنا خلاص عرفت إسلوب ماما وأستاذة آية برضو ما بنشوفش الحاجات اللي في عيالنا اللي برى يعني ما تلاقيش فيه صفة معينة ما تعرفيش اللي برى فالمفروض فعلا يعني يكون ردنا برى ما نخافش من الأحراب بالضبط يعني أنا عندي طفلين أنا عندي مريم 8 سنين وعندي يوسف عمده سنتين ونص أنا عاوز أقول لكل أم أنا عندي مريم ويوسف الشيء ونقيده الناس شايفة أو الله أنا شايفة إن الناس ده طول الوقت ودي نقطة من أسباب العند المقارنة يعني كورني إنت إنت ليه مش طالح زي أخوك وده ولله إنت ليه ما جبتش الدرجة النهائية زي صاحبك شايف ابن خالتك عامل إزاي وإحنا عايشين كده خلاص ومعت بينك هو بقى في جوه خلي بالكوا يا جماعة الحوارات اللي أنا بقولها دي بتبقى دايرة جوه الطفل بس هو مش فاهم إن دي بتدور جواه فهو بيبدأ يتصرف بناء على اللي بيحصل في اللواعي فلوه خلاص إنتي شايفة إن أخوي أحسن مني إنتي شايفة بدخلتي أفضل ولا صاحبي في المدرسة عجب أعلى خلاص هفضل زي منا فأنا بعند إنت بتحند إنتي مش عاوة تذكر عندن لا مش عندن مش هو أحسن مني خلاص ده كله بيدور جواه هو ما بيعرفش يعني اللي فهمنا دلوقتي إن ما ينفعش نعمل كل صبو العكاب ما ينفعش أذي جسديا أو معنويا ما ينفعش إن أنا أكون مش فاضية لي نقطة كمان مهمة جدا ودي عاملة مشاكل كتير في المشاكل اللي بتجيلي عدم اتفاق الأم والأب على القرارات يعني إيه ماما أنا عاوز أخرج لا مش هينفع تخرج أروح أقول لبابا بابا أخرج أوكي يعرف يدخل لمين وقت جيه دي عملت أولا كده هو لغة شخصية الأم فمش يبدأ يسمع كلامها هيبقى في عدم طاعة هيبقى في عند اللي أنا بقولك أنت بتقولي لا بس أنا عامل اللي أنا عاوزه فأنا بعنت فأنت بتاند لأما ما بيعنت لأن الأسف أنت والأب مش متفقين أو يطلب حاجة من الأب يرفضها يروح للأم وتوافق فأرجوكو لكل أم وأب اتفقي أنت وجوزك في قراراتك مع ولادك أنت قلت لأ أو هو قال لأ يبقى قراركو واحد حاجة تاني ما تقولوش لأ أو على الفاضي ما تقولوش لأ للملأ يعني إيه نسمع الأول ونشوف لو متاح لو متاح بالضبط يعني زي موضوع أن أنا مش فاضية فقلت لأ على الرغم أن بعد كده لو زن هتقولي آه طب وكان آه وكان قامل أول آه فلما تقولي لأ فقري مئة مرة قبل ما تخذي القرار ده قبل ما تقولي لأ فقري لأن ممكن اللأ دي بعد كده تنفع آه يبقى خليك أمن الأول هتخلاقي طفل سوي هتخلاقي طفل عارف أن القرار اللي طلع منك ده القرار سليم وأنه فعلا ما ينفعش حاجة كمان ادي له شخصيته في أنه يختار ما سبلوش سؤال مطلق إجابة مطلقة يعني إيه ويتحمل نتيجة اختياره صح غلط أقولك على أدفع حاجة أمها تيجي تقول مثلا إيه تاكل إيه النهاردة أنا دلاتي أم عمت معاه ده أنا عندي مشكلة وقلت له دي له اختيار لأنه يختار جت بعدها قالت لي عملت اللي حضرتك قلتيه وما نفعش ليه عملت اللي أنت قلت عملت إيه عملت إيه اللي هو إيه قلت له بقى تاكل إيه النهاردة قال لي طلب مش متاح إن أنا أعمله قلت له لما أنا ما قلتش كده المفروب من قلوش تاكل إيه النهاردة لأ أنا أحط له اختيارين تاكل مكارونا ولا تاكل رز كذا طب هو مثلا ما بيحبش يأكل أو يشرب يخلص طبقه كله لازم تخلص طبقه كله طب هو مش عاوز يخلص طبقه كله طب أعمل إيه تاكل معلقتين ولا تاكل نص الطبق هاكل معلقتين إحميتي ربنا إنه كان المعلقتين بسلامه وهدوء وهو مبسوط وإنت مبسوطة شوية هيجوعه وياكل تاني مش لازم إكبار كان دايما الدكتور بس دي سقفة لازم يعني كل الأمهات ياخدوا بالله منه لإنه مش موجودة اللي هو هو مش بيأكل خايف عليه فأنت لازم تاكل فأناكد عليه وأناكد عن أفسي والأكل يكرهه زيادة ويبدأ يعني زيادة ويبدأ ممكن في أطفال ترمي الأكل من تحت لتحته ويسمعها كلت أنا كنت بعمل كده وانا صغير يعني يعني عاوز أقولك لكن زمان غير دلوقتي جيلنا احنا زمان غير جيل دلوقتي أصعب أصعب نظرة للتكنولوجيا اللي بقوا فيها نظرة للحاجات كتير الانفتاح اللي بقنا فيه حاجات كتير جدا فأنا بقول لكل أم يعني ادينوا الاختيار مثلا هو رايح خارج مع صحابه حتخرجيه راحين النادي هيلبس لبس دايما نلاقي الأمهات يعيني بتلبس ولادها أو الأطفال يعيني مش الأمهات النهاردة نظرة الأطفال مش الأمهات نظرة الأمهات يعني مزعلش مني دايما تلاقي الأمه مطلعة لبس البس ده مش عاجبني ماما مش عاوز التشيرت ده مش عاجبني هتلبس ده وهو يما مش خارجين طب ليه انت كمان هانت على الفكرة يا عملة تلقى ما تحس علمته يا كده يا لأ يا لأ انت بتعنيدي طب أعمل إيه انت مشتريك كل اللبس ده مفروض بإرادته موافقة وخليكي ذكية أنا كده كان موافقة فها تلبس ده ولا ده في الحالتين أي اختيار هيختاره هو مرضي ليكي وكده رضيتي وحاسيتي بداية انه هو اختار معنى انه هو يختار هيبدأ يثق فيكي هيبدأ بعد كده يحسه بشخصية مش هيعند معاكي حاجة كمان بنشوفها كده في النوادي أو في الملاهي برا ألاقي أم بتشد طفل بيتسحل على الأرض كده يلا نمشي مش عاوز يمشي ويبقى فيه مده وشده جذبه وحاجات رهيبة فينه هو مش عاوز يمشي وبيعند معايا بصي يا دكتور ازاي أو بصي يا أستاذ في الحالة دي نعمل ايه بقى فيه برا وفيه ناس وإحراجه المفروض ان انا مفاجئوش هو انت قررتي انك تمشي الساعة تسعة مثلا فانت قمت بمزاجك مشيتي مشيتي بمزاجك طب ما هو عاوز يلعب شوية أخذ رأيه الأول يعني المفروض مفروض انها هعمل ايه انا عارفة ان انا همشي في وقت معين قبلها بساعة مثلا محمد محمد يلا نمشي ولا نستنى شوية نعمل حسابك نمشي دلوقتي ولا نستنى شوية انا قبل المعاد بساعة لانا همشي منه فهو طبيعي هيقول ايه لأ نستنى شوية مش عاوز يمشي دلوقتي هي كده حسسته انها اوكي نفستلك رغبتك وليه رأي و خلاص هنستنى شوية هي كده كده قصلك هتنم تستنى شوية فهموا قصدي يعني هو نوي محتاج اهتمام كبير جدا بالطفل وإيه المشكلة لما نهتم فيه امهات كتير تقولي كده تقولي مجهود يعني كل خروض طبعا نحاس ألسؤال ده مجهود احنا دلوقتي الناس كلها تقولون ده مجهود اننا نقعد اقول له طب تاكل كذا ولا تاكل كذا طب تمشي الساعة كذا ولا تمشي الساعة كذا طب ده مجهود ولا صراع اللي بيحصل بعدها وانه هو يتخنقه وانه هو يعيط وانه هو يدخل قطه وانه ممكن تضربه وانه ممكن هي بعد كده خلاص مخها بيقفل ما بتعبش تكمل اي حاجة في المهام المنزلية او ان هي تبقى نفسيتها تتعب ويجي لها ضغط ضغط في المجهود انا مجهود اكبر وعملت جواز الواجهات السلبية انا مجهود اكبر احنا مشكلة ان احنا لو فكرنا شوية احنا عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنرمي كل دغوطاتنا على ولادنا انا مش فضيالك دلوقتي سبني في اللي انا فيه هو ماله اللي انت فيه هو زنبه ايه انت اللي فيه هو مالوش زنبه فيه هو ليه حق عليك معلش انت لو ادخل مدير عندك لو شغال عند مدير امسك اعصابي وهستحمل ممكن يبقى المدير ده صدغ ممكن المدير ده في العبر بس لازم بتساوها العريضة واعرف امسك اعصابي طب ليه بتعملش كما مع طفلك عشان سيطرتك ادرى علي او ايوا فعلا فدي مشكلة كبيرة بتولد عند مشاكل كتير بنعملها على اولادنا بتولد عند حاجة كمان ان الطفل بيقلد لام والاب انا بشوف ماما بتعند هتاكل لا مش هاكل لا هتاكل لا مش هاكل الاتنين فعلمتوا العين ده اصلا من غير ما تاخد بله فانا بقلد ماما انا بقلد ماما وممكن تكون حاجة فيه ناس يعني مرة كنت في حلقة فالموزيع عقلتلي بعد ما خلاصنا حلقة قلتلي على فكرة انا اعتبر فيه حاجة كتير مش بعملها بس انا مش بضربه قلت لها تضربي اخو قلت لها مجرد رؤيته للحدث جوه البيت مع حد من اقربائه اخوه اخته مامته بابا لما يشوف الاب والام بيتخانقوا مع بعض ده بيخلي جواه فيه طاقات سلبية فيه سلوكيات سلبية طب هو العناد نوع واحد ولا فيه انواع كتير من عنائه حلو جدا ان سؤال ده العناد انواع كتير اول حاجة فيه اللي هو العناد مع النفس ايه العناد مع النفس زي ان انا والله عشان ادايق ماما فانا مش هاكل من غير اي معامل من غير ايء من غير ايء من غير الاعرامل ممكن يبقى جعان جدا ونفسه ياكل وعجبال الاكل الماما عاملها بس فيه حد كده يعاند من نفسه فيه اطفال كتير جدا انا مش هيكل كل ده طب الله ما هيكل ويبقى نفسه يجوع وحتى ممكن انت اخته تخشوله من تحت لتحت كل فياكل بس هو بيعند معها مش عاوز ياكل وبيضره نفسه بس هو مش حاسس ان ده غلط ده درجة وحشة جدا من العناد فيه عناد مفتقد للوعي اللي هو خلاص انا انا هنزل عاوزة لبس خفيف وتجاو برد حبيبي طب اتجاو برد نحن لازم نحس ده لا انا عاوز اعمل ده انا بعند وخلاص مش واعي ان الظروف اللي انا طالبها مش متاحة للبيئة المحيطة لحواليك